كمية الاختصارات التي يجب أن تعرفوها الأجهزة سامسونج بالذات الـ S21 Ultra الجديد شيء ليس طبيعي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوكم فيصل السيف كلنا نعرف أن هناك اختصارات رائعة لكل جهاز ولكن أجهزة سامسونج بالذات مع واجهة One UI الثلاثة الجديدة وتحديثاتها شيء ليس طبيعي فأقوم بعمل فيديو من زمان وقوم بعمل فيديو في كمية اختصارات وحركات جداً كثيرة لنفس السامسونج وأيضاً، سأوضح لكم جهازين يدعموا هذه الاختصارات يعني ليس فقط الألترا، لا، وأيضاً أجهزة ثانية من سامسونج فبسم الله، دعونا نذهب للاختصارات دقيقة، قبل ما أبدأ في الاختصارات، دعونا أوضح لكم أن سامسونج مع تحديث One UI ثلاثة حسنت وطورت كثير في الواجهة بحيث صارت أبسط وأكثر ترتيب مقارنة بالإصدارات السابقة أيضاً، سامسونج حسنت الميزات التي تستخدم بشكل كبير مثل الشاشة الرئيسية والإشعارات والشريط الاختصارات السريع حتى حركة الانميشن المؤثرات في الاستخدام والتنقل تم تحسينها من الأشياء الرائعة في هذا التحديث، أنكم تستطيعوا تضيف اختصارات الوجتز في قفل الشاشة شريط الاختصارات السريع تم إعادة تصميمه وأصبح أسهل وأبسط في الاستخدام شاشة قفل ديناميكية هي ميزة تغير خلفية شاشة القفل بشكل تلقائي في كل مرة تفتحوا الهاتف من خلال مجموعة خلفيات مقترحة من سامسونج وتتحدث بشكل تلقائي دعوا الجوال يظهر لكم دائماً الساعة وميزة Always On Display صارت شيء أساسي في هذه الميزة وطورت أكثر، وصار تقدروا تغيروا نمط الساعة وتقدروا أيضاً تغيروا لونها أو تضيفوا صور متحركة من سامسونج أو تنزلوها من متجر الجالاكسي ثيمز أو حتى تختاروا الصور لكم من الاستوديو خاصية التحكم بالتنبيهات ستمكنكم من تحديد نوع التنبيه الذي يأتي بحسب التطبيق فالتطبيقات تجعل تنبيهاتها تطلع وتطبيقات لا تقدروا من الإشعارات تختاروا طريقة عرض التنبيهات بحيث تحددوا إذا فقط تبعوا معلومات بسيطة تظهر من الرسالة أو تظهر كافة تفاصيل الرسالة One UI يدعم ميزة تغيير خلفيات المكالمات مع إمكانية وضع فيديو بدل الخلفية وأيضاً يدعم إمكانية تغيير طريقة عرض اسم المتصل التحكم بالصوت صار أبسط وتقدروا بسهولة تتحكم بكافة الأصوات التي تخرج من الجوال ميزة رائعة موجودة وهي عرض التنبيهات على شكل فقاعات الشيء الرائع أن تضغطوا هذه الفقاعة تفتح لكم صفحة مصغرة لكي تردوا على نفس الشخص أو التنبيه من هذا المربع الصغير تردوا على الرسائل بسرعة بدون تفتحوا التطبيق الكامل وتصبح عندكم هذه الفقاعات الصغيرة اختصارات مرة رائعة للمحادثات وأيضاً يوجد ميزة رائعة إمكانية إضافة إطار ملون على الشاشة أثناء ظهور الإشعارات مع توفر مجموعة أشكال قابلة للتخصيص ميزة كتم الصوت مؤقتاً ستمكنكم من إيقاف التنبيهات وكتم الصوت بمدة زمنية مؤقتة أربع ساعات، دقيقتين، ست ساعات عندما تعودتم على التنقل بإيماءات السحب، ستقدروا تردعوا أزرار التنقل الذي تعودنا عليها كل سهولة يمديكم من قائمة الخصائص تردعوا هذه القائمة وأيضاً تعدلوا عليها لو أردتم إذا سحبتم الشاشة اليمين، سيظهر لكم شريط الاختصارات الجانبية سيمكنكم هذه الشريط من الوصول للتطبيقات بشكل سريع بدون الحاجة للذهاب للقائمة الرئيسية أيضاً الشريط الجانبي قابل للتخصيص ويتيح إمكانية إضافة واجهات اختصارات متنوعة مثل واجهة مخصصة للأسماء وأيضاً واجهة أدوات مثل بوصلة ومصطرة وأشياء كثير رائعة ميزة موجودة في One UI هي الضغط لمرتين في أي مكان في الشاشة لقفل الجوال أو الضغط لمرتين في أي مكان لإيقاذ الجوال ولكن تأكدوا أن المكان الذي تضغطوا عليه لا يكون فيه تطبيق أو اختصار تطبيق الـ S21 مع شاشة كبيرة وأيضاً سعة بطارية ضخمة ومعالج قوي سيمكنكم من إتمام مهامكم بشكل كبير مع هذه الاختصارات الكثيرة الموضوع سيكون أسهل وبصراحة تدمنوا عليها مع الوقت وتلاحظوا أن اختصارات تعودوا عليها وترى أي جوال ثاني تقولوا معقول ما فيها الاختصار؟ تطبيق جوجل ديو الذي فيه مكالمات صوته صورة صار موجود بشكل مسبق في تطبيق المكالمات الموجودة في واجهة One UI مع أجهزة سامسونج فمثلاً أي رقم موجود عندكم قبل الاتصال عليه بيعطيكم خيار إجراء مكالمة عادية أو مكالمة عن طريق تطبيق جوجل ديو خاصية نسخ الكلمات والنصوص تم تحسينها الآن بمجرد نسخ أي كلمة ستطلع لكم فوق الكيبورد وصار ما يحتاج تضغطوا على الشاشة لمدة ثوانية لكي يطلع لكم خيار اللصق الأمر الثاني، إذا ضغطوا ضغطة مطولة في مكان الكتابة، بيطلع لكم خيار الكليبورد وهو مكتبة الأشياء التي حطيتها في الذاكرة أو لسقطتها قبل ويمديكم تختاروا منها الكتابات أو الصور أو أي شيء كبشرتم حذفتوا رسالة وراحت عليكم، يمديكم ترجعوها مع الواجهة الجديدة حق سامسونج والأجهزة حق سامسونج الـ S21 والأجهزة التي فيها واجهة One UI من سامسونج هناك خيار اسمه سلة المحذوفات، من خلاله تسترجعوا أي رسالة تم حذفها بسهولة أولاً، لم يكن يجب عليكم تعمل هذا الشيء في بعض الأحيان، أثناء انتقالكم لجوال جديد، تلاحظوا أن قائمة الأسماء تحمل أرقام مكررة من خلال تطبيق الأسماء والخيارات المتقدمة، يجب عليكم تحدثوا جهات اتصال، تدمجوهم مع بعض وتنسقوا بشكل رائع انتقال جهات الاتصال ومزامنتها لا تفوتكم هذه الخاصية، ستتفاجأوا بكمية الأسماء المكررة الموجودة عندكم تستخدموا الهاتف بشكل كبير وريدكم تخففه، هناك حركة من سامسونج ستجعلكم تخففوا استخدام ويمديكم قبلها تعرفوا الوقت الذي تقذوه على الهاتف وبالتفصيل وأيضاً، هذه الخاصية ستوفر لكم حلول تساعد في تخفيف وقت الاستخدام فقالوا لي في التعليقات، وماذا أكثر تطبيق تستخدموه؟ وضع التركيز سيمكنكم من تقليل تشتيت الجوال لكم أثناء دراستكم ومعاملكم تعملوا هذا النمط اختيارياً من عندكم وتضعوا التطبيقات المسموح لكم تستخدموها بهالنمط وبالتالي، عندما تفعلوا، تعرفوا أن تعيشوا جو دراسة أو جو عمل وكذا تستطيعوا تركزوا بدون تشتيت وضع وقت النوم، ميزة تمكنكم من كتم الصوت والتنبيهات حتى المكالمات مع تغيير لون الشاشة إلى الرمادي لكي تعطيكم نوم أفضل بدون تشتيت الجوال هذه الميزة ستمكنكم من اختيار وقت النوم والاستيقاظ بحسب أيام الأسبوع أدوات الرقابة الأبوية أفضل وأسهل لأنها حصلت بالتعاون مع تطبيق فاميلي لينك الخاص بجوجل تستطيعوا من خلال هذه الأدوات تحددوا أوقات استخدام للطفل ووقت النوم بالإضافة إلى منع مشاركة الموقع الجغرافي له وغيرها وكما من سامسونج سامسونج كيدز نمط من خلاله يعطيكم واجهة مناسبة للأطفال على نفس الجهاز وتطبيقات مختارة لأعمارهم مع توفير خيارات إضافية للرقابة الأبوية مثل تحديد وقت الاستخدام وجهات الاتصال التي يمكن أن يتصلوا عليها وأيضاً التطبيقات والوسائط التي يمكن أن يوصلوا لها بسهولة هذا الأمر مفيد لأن الأطفال لا يبحروا بجواركم ويخربوا عليكم بعض التطبيقات أو بعض الصور لأنكم خزنينها عندكم صور وملفات خاصة نمط المجلد الآمن سيتيح لكم حماية وإخفاء الملفات الخاصة مثل الصور والملاحظات والتطبيقات وغيرها من خلال قفلها برقم سري أو حتى بطرق الدخول الأخرى مثل البصمة المدمجة على الشاشة في جهاز S21 Ultra اربطوا جوالكم بكمبيوتركم اربطوا بنظام ويندوز وميزة Link to Windows التي تمكنكم من ربط الجوال على أي لابتوب بنظام ويندوز وهنا ستستخدموا تطبيقات جوالكم تصفحوا الرسائل وتستعرض الصور من اللابتوب وغيرها من الخصائص الأخرى ولا ننسى ميزة السامسونج ديكس لتحول جوالكم إلى كمبيوتر عن طريق ربطوا بشاشة خارجية هذه الميزة أصبحت لاسلكية وتربط على أي شاشة تدعم الميرور كاست أيضاً ميزة الدكس ستمكنكم من استخدام شاشة الجوال كتتش باد أو كيبورد يعني تسوى مثل الفارة أو لوحة مفاتيح وبالتأكيد من أجمل المزايا الموجودة في أجهزة سامسونج وبالذات S21 Ultra خاصية Smart View التي تتيح إمكانية ربط الجوال على الشاشة لو كانت تدعم ميزة الميرور كاست وهو بث الشاشات بشكل لاسلكي يحدث هذا الأمر مع إمكانية التحكم إذا كانت شاشاتكم تتش بسوي فيديوهات مثل هذه بإذن الله بالذات لأجهزة سامسونج والأجهزة الأخرى الموجودة فقلوا لي ما رأيكم هذا النوع من الفيديوهات ولا تنسوا تكونوا مشتركين ومفعلين التنبيهات والمشاركة السريعة بالكويك شير تتيح إمكانية مشاركة الملفات مع هواتف سامسونج المحيطة بكل سهولة وبسرعة عالية جداً نقاوة الصوت في الجالكسي تستطيع التحسنها من خلال نمط Dolby Atmos هذا النمط سيزيد عمق الصوت بشكل تلقائي وأيضاً يوفر مجموعة أنماط بحسب المحتوى مثل نمط الأفلام والموسيقى والصوت لحظة ما لقيتوا اختصار Dolby Atmos فإسحبوا شريط الاختصارات بإصبعين من فوق لتحت اضغطوا تخصيص وضبطوا كمية الاختصارات والمزايا الموجودة في جهازكم وخلوها تظهر لكم بشكل سريع وكذا عرفتم كمية أكثر من الاختصارات الموجودة في هذا الشريط الذي يوصلكم بسرعة بأهم مزايا الجهاز ميزة تسجيل الشاشة في One UI موجودة وتعطي خيارات أكثر مثل تسجيل الشاشة بصوت المايكروفون الخاص بالجوال أو تسجيل الشاشة بالصوت الذي يخرج من الجوال أو حتى تسجيل الشاشة بدون صوت ميزة المعالجة المحسنة تتيح زيادة أداء المعالج والمعالج الرسومي لتعطيكم تجربة أفضل وأسرع أثناء استخدام الجهاز هذه الميزة تستهلك طاقة أكثر ولكن ستفيدكم بالذات في الألعاب خيارات توفير الطاقة في One UI أصبحت أذكى قبل تفعيل نمط توفير الطاقة، توقفوا ميزة Always On Display وتفعلوا خاصية حد سرعة المعالج بنسبة 70% تخفضوا درجة السطوع وتوقفوا الـ 5G أو حتى تفعلوا ميزة تقييد التطبيقات والشاشة التي ستعطيكم واجهة موفرة للطاقة مع إضافة تطبيقات معينة لإستخدامها بهالنمط أداء الجهاز صار تقيل والبطارية تستهلك بسرعة عندكم ميزة العناية بالجهاز تتيح إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتتحقق من أمانها وأيضاً تفضي لكم مساحة الذاكرة العشوائية والملفات التي لا تحتاجونها يمكنكم تشويلها من خلال هذه الميزة أكيد تعرفوا ميزة مشاركة الطاقة اللاسلكية ولكن تذكير فيها ميزة تحول جوال الجالكسي لو كان يدعمها إلى شاحن لاسلكي بحيث يشحن الأجهزة الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي كثير منكم يستفسروا عن الحماية ضد الفيروسات؟ سامسونج مع One UI تعاونوا مع مكافي لتوفير حماية أفضل ضد التهديدات الأمنية نمط الحماية هذا سيمكنكم من فحص الهاتف من التطبيقات الضارة والخبيثة سواء بشكل يدوي أو تلقائي ستنصدموا من بعض التطبيقات وشيء الخطر الموجود فيها فتجربوا هذه الميزة الألعاب أحد الأشياء المهمة التي ركزت عليها سامسونج في جهاز الجالكسي S21 Ultra مع واجهة One UI أثناء اللعب لو سحبتم بالاتجاه اليمين، ستظهر لكم أيقونة نمط معزز الألعاب من خلالها سيقدم إمكانيات عديدة مثل تحسين تجربة اللعبة ومراقبة حرارة وذاكرة الجوال العشوائية وأيضاً سيقدم لكم خيارات أخرى مثل معرفة عمر البطارية، التقاط الشاشة مع إمكانية تفعيل وضع الأولوية والذي سيزيد الأداء في اللعبة أيضاً، هذا النمط يوفر إمكانية إخفاء شريط الاختصارات ويوفر إمكانية عدم الخروج من اللعبة إلا بكلمة مرور يعني كلمة السر تطبيق آخر للألعاب اسمه Game Launcher موجود على الأجهزة، شيكوا عليه من خلاله بتعرف الوقت الذي قضيته أثناء اللعب والألعاب المثبتة والمقترحة من سامسونج وإمكانية ربط تطبيق التواصل ديسكورد عليه وأيضاً، يوفر إمكانية تخصيص نمط معزز الألعاب الذي ذكرته قبل قليل بحيث تختار الإعدادات المناسبة بشكل مسبق قبل اللعب أحياناً زر ارتقاط الصور في الكاميرا ممكن يكون صعب الوصول له خصوصاً مع الجوالات التي شاشاتها كبيرة والتي غالباً تمسك بيدين سامسونج حلت هذه المشكلة عن طريق تحريككم لزر التصوير لكي يسهلكم التقاط الصور في تطبيق الكاميرا في تطبيق الكاميرا، لو سحبتم زر التصوير للأسفل، تستطيع التقاط مجموعة صور بدون حد واختيار أفضل فريم تم التقاطه أحد الخصائص الجديدة التي قدمتها سامسونج مع واجهة One UI ثلاثة هي إمكانية إرجاع التعديلات التي قمتها للصور حتى بعد حفظها هذه الحركة ممكن توفر الكثير من العناء لو عدلتم على الصورة الأصلية ومع الوقت حبيتها ترجعوا لها لطبيعتها ميزة طال انتظارها من سامسونج هي أنها تدعم على هواتف الـ S وجدت مع الـ S21 Ultra دعم القلم الآن تستخدم قلم الـ S Pen تلقائياً سواء كان نوت 10 أو نوت 20 أو تشتروا بشكل منفصل مع غلاف خاص للتوضيح، قلم النوت يريد لها شحن، ولكن لو بدون شحن، ستعطيكم الأختيارات والأشياء العادية والأشياء التي تستخدمها في القلم سأذكرها أول ما تضعوا القلم على الشاشة، ستظهر لكم الدائرة الصغيرة التي تحتوي على اختصارات القلم أول ما تضغطوا عليها، ستظهر لكم إمكانيات القلم أول الأيقونة هي إنشاء الملاحظات، وأول ما يتم الضغط عليها، ستظهر لكم نافذة تمكنكم من كتابة الملاحظات مع وجود أدوات حديدة مثل تغيير شكل الخط واللول الأيقونة الثانية ستعرض لكم كل الملاحظات التي تم كتابتها الأيقونة الثالثة هي تحديد الذكي سيمكنكم من التقاط صورة للشاشة مع خيارات عديدة مثل استخراج نص الصورة الأيقونة الرابعة هي الكتابة على الشاشة، وهنا تلتقطوا صورة كاملة للشاشة مع إمكانية الكتابة عليها الأيقونة الخامسة هي الرسائل المباشرة، وهنا ستكتبوا بأنيميشن متحرك سواء في المذكرات أو حتى بعد التقاط الصور الأيقونة الثالثة هي الخربشة في الواقع المعزز، وهنا سيفتح لكم تطبيق الكاميرا وسيجعلكم ترسموا رسومات واقع معزز على الصور قبل التقاطها ترى حركات مرة جميلة من خلال تنشؤوا فيديوهات رائعة، ستشاركوها مع بعض الأيقونة السابعة هي الترجمة، فمن خلال التحديد على جملة معينة باستخدام القلم، سيظهر لكم ترجمة فورية الأيقونة الثامنة اسمها البين أب، والتي تقدم لكم مجموعة صور قابلة للتلوين، وأيضاً تقدم لكم مجموعة شروحات لتعليم الرسم، وغيرها من الخصائص الأخرى كل الأختصارات تعمل على الـ S21 Ultra وأيضاً سلسلة الـ S21 وكل ما نزلنا في نفس فئات الجوالات، ستجدوا اختصارات تعمل واختصارات لا تعمل لذلك حرصنا في هذا الفيديو أن أضع لكم شعار بعض الجوالات التي تدعم هذه الاختصارات وكذا تعرفوا بالضبط ما هي الاختصارات التي موجودة في جهازكم، موضوع جميل، صح؟ وهناك اختصارات كثيرة جداً، فأعطونيها في التعليقات، ودعونا نفعلها في محتوى المرة الجاية ويجب أن أذكركم أن دعم خدمات جوجل بالكامل موجودة مع أجهزة سامسونج وهناك نعرف أن الجهاز تستثمر فيه وتعرف أنه يمشي معكم لوقت جداً ممتاز والتحديثات صارت أفضل من أول وهم يسمعون للشيء الذي تريدونه، فأعطوني في التعليقات كل شيء في خاطركم ونهاية الفيديو وكل فيديو، هل رأيتم الاختصارات الكثيرة التي موجودة؟ أعجبتكم أم لا؟ اختصار اكتشفتوا، وضعوا ليها في التعليقات سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن تستغفر وكتوب إليك، أراكم على خير بإذن الله